موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عيامي جديد وصفة اليوم ان شاء الله تكون عبارة على تحلية للسحور تحلية جد رائعة وهي كاسات كيت كات بثلاث طبقات من الكريمة وكيت كات وطبقة مقرمشة فان شاء الله كنتمنى تعجبكم وتناس احسنكم وكنتمنى ان شاء الله تجربوها انتو ما غدتشوفوا القاوم ديالا قبل ما ابدأ معكم الفيديو قاوم كريمي يعني عيبغيوها الكبار والصغر ان شاء الله وليك يشاهدني الاول مرة كنتمنى يشارك بواسطة الضغط على جرس الاحمر ويشارك في القناة وليمشارك كنتمنى ان شاء الله يفعل الجرش بس دائما كيتوصل بكل جديد بقى معانا ان شاء الله نشوفوا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المقادر كما تلاحظو غنحتاج هنا يا كيت كات اللي غنحتاج 8 الاصابع الاولى غنعملها كقاعدة في الكاسات و 8 الاصابع الثانية فهي غنطحنها مع الكريمة بالنسبة الكاسات انا غنستعمل هدومة طبعا انتم غدعملوا اي كيسان عندكم موجودين في الدر غنحتاج هنا يا جبن ماسكاربوني تقريبا نصف العلبة مايعادل 125 غرام لان العلبة كاملة فيها 250 غرام وليما عندو شي ماسكاربوني يقدر يعودو بعلبة من القجتال للوزن دياله 175 غرام نحتاج 1 معلقة من حليب نيس المحلة اختيارية ماشي ضروري غليد تحلية فقط فاللي ما عندو شي يقدر يستعمل معلقة من السكر او العسل نستاذ الحباز نجيب مربعات كري ونصف كاس من القجدة الطرية اي كريمة الخفق السائلة هولالا او اي مركة عندكم وغنحتاج صلصة الطوفي اي صلصة الكراميري اما جاهزة او لا تقدروا تعملها في البيت يعني عندي فيديو معدلة بهات السلصة الطوفي سلصة منزلية سهلة فان شاء الله نبدو بالطريقة اول حاجة غن نتحن او لنفرم هاد الاصابع كيت كات فرم خاشن يعني كنخلي شوية خاشن ما كان نتحنوش مزيان ماش كيتقنى ذكال الطبقة التحت او لقاعدة الكاسات كروكي يعني مقرمشة وكيتجي رائعة جدا هالتحلية هادي تحلية راقية صالحة مشغل الرمضان وبس فهي تقدر تعملوها في جميع المناسبة عندكم ان شاء الله وقد تنسي حسن جميع الضيوف باذن الله تعالى فنحاول نطحن شوية كيت كات بهالطريقة هادي ما تطحنوش في حط طحين خليه شوية مقرمش وكن قولكم شكرا بزاف على التعليقات اللي كتخلوا لي دائما وشكرا على الدعوات ديالكم اللي كتفرحني بزاف بزاف وكتعطيني دائما واحد القوة واحد طموح نزيد اكتر ونعطي ما عندي ان شاء الله وبرك الله فيكم هاد المينبر هادا مهم كنشبه الكسد ديالي كنحاول نعملنا تقريبا واحد جود المعلقات صغرين عمرين هايدا كقاعدة ثم تشفتوا القوة من كيت كات ماشي مطحون بزاف كيبقى شوية مقرمش انتوما كتشوفوا بالنسبة لها الكيمية ما نقول لكم شعلا تخرج لي من الكسد وليبغي يضعف الكمية يضعف ماشي مشكل سوف نستمر بنفس الطريقة كنحاول نعمل هنا مع القطس يوجد المعلق صغرين من الكيت كات المافروم مهم غنعمر كيسان ديالي كمين ونقوزه باش ان شاء الله نوجده الكريمة انتوما كتلاحظو فقبل ما نوجد الكريمة غنعمل هنا واحد طبقة خفيفة من سلسطة الطوفي او لسلسطة الكراميل فكنحاول نبينع في ذلك الحواشي الكيسان يعني في حواف الاكواب باش كتبهرنا اه طبقة الكراميل كتبهرنا على بره بانا عنا واحد طبقة الكراميل اللي بغي يعمل يعني يعمر بزاف يعمرانا تجنبان باش مجيكم شهاد التحلية حلوة بزاف ولهذا عمل طبقة خفيفة جدا فكنحاول نعمل واحد طبقة خفيفة من الكراميل بهذا الشكل هذا بالنسبة للاخوات اللي يستخدموا للتحليات الباردة بدون فرد مع لكم إلا تكتبوا تحليات رمضان مطبخ اكرام العالمي وان شاء الله سوف تطلع لكم جميع التحليات اللي عملتها من قبل سابقا فمهم سوف نستمروا بالنسبة لكم كيفية وهذا هو القاوم اللي غسني هاتوا ما كتلاحظوه عندما عندي هنا جهة طبقة من كتكات مفروم وطبقة من سوس الكراميل وان شاء الله باش نعملوا الكريمة دينا بالنسبة للكريمة نشبر واحد الخلاط كهربائي ولكاس من الخلاط غنعمل فيه هنا هي نصف كاس من كريمة الخفيفة السائلة ونصف علبة من جبن ماسكاربوني هذا الجبن هذا هذا كتعويض للقجدة اللي بالنسبة لما عن القجدة لا تكون موجودة دائما واللي مثلا يقدر يشير القجدة الطرية يعمل آآ علبة من فئة 175 جرام عندي في هنا يا جبن مربع اللي ما عنده شيء يقدر يستعمل جبن متلت دائما كنعطيكم تعويض المكونات باش متعكزوش على الحاجة وتقولوا اكرام اذا ما عنا شيء الحاجة ما نعملو شيء هادي دائما كنعطيكم تعويض لان مشير جميع البلدان او لجميع الدول كتوفر جميع المنتوجات ان شاء الله كنحاول نفتح ذكري كامل ونبعد عندي في هنا يا واحد معلقة كبيرة من الحليب المحلل مكتف هادي كتح ليه فقط ليه ما بغاش ما يعملاشي ونبعد عندي في كتكات بها الطريقة هادي وغنزيد وحا ربع كاس من الحليب بارد باش كنخفف كريمة ديالي ربع كاس من الحليب البارد دا بغا نعمل ثمانية دلاصابيع كتكات يعني المجموع كامل كنحتاجه 16 دلاصابيع من كتكات يعني ثمانية كنعملهم كقاعدة في الكسات وثمانية كنعملوهم مع الكريمة ديالنا وغنطحن كل شيء ونخلط بهذا الشكل هادا نحاولو نخلطه مزيان ونطحنه مزيان بشدد كتكات كتكات تطحن نمع الكريمة وكنحصله لوح الكريمة الكثافة دياله متماسكة وكتجي واقفة وعقدة فهذا هو القوام الكريمة اللي حصلت سعليه انتم ما كتلاحظو دا من شاء الله عنقوم بملء الكووس ديالي بالكريمة بهذا الطريقة هادي فغنستمر عن شبه نعود كيسان ديالي وغنشبه وحلقه مع القولة من السباطولة وغامقه نكبوح الكمية من الكريمة فكنحاول ما امكان ما نعمرش الكيسان ديالي حتى انفوق تندقم لان باقي غنعمل طباقة خفيفة من الشوكولات يعني كطباقة اخير ان شاء الله حاول ما امكان ما تعمرش الكيسان حتى انتقوم مرة غستمر بنسب كيفية مش نجيبو حمال القاستيتوا باش نعوط الكريمة ديالي بها الطريقة هادي وانا كنضرف الكيسان باش تلك الكريمة كتهبط وكننحصل على طبقات نزيبونا ومعوطها هنتم ما تلاحظو طبقات كيت كاتو الطوفي والكريمة غستمر بنسب كيفية وهذا هما الكيسان اللي عمرت كاملين بالنسبة هذا الكيمياء هادي كتعطينا ثمنية الكووس بهذا الحجم هادو ومثلا عنده الاسرة دياله يقدر يضاعف المكونات عندي هنا يا ربع كأس من الحليب اللي سخنتم زيان ربع كأس عنباء من الحليب مع مية القرام من الشوكولات بالحليب يعني يقدر عندكم شوكولات بالحليب وما عنده شيء يقدر يستعمل شوكولات اسود نخليهم واحد خمسة دقائية ومن بعد نحركهم حتى يدوبوا مع بعضيتهم ومن بعد مباشرة نكوبهم فوق الكووس يعني كيكون تفى شوية الخالد ونعملهم هنا فكم قا نكوب هذه الخالد تشغلت مع الحليب من فوق طبقة خفيفة إذا لحضتوا خليت هذه الخالد قد يتخلوا بشوكولات يتقل بزف كي تجدنا القاوم كريمي ونحن ترى القاوم في الآخر ونحن تبريد كيف يبقى تشغلات كريمي يعني لا يتقلوا بشوكولات كريمي نكمل كووس كمين ونشاء الله نحن ندخل قاوم برده وحجوش ثلاثة ساعة قبل مغرب أو قبل سحور فوق ونعطوا نتناولوه من ثوما ونخرجوا من نبيرة وعن زينوا أختياري عملت هنا شوية إما القشدة الطريقة أو لكريمة الخفغ السائلة أو لكريمة الزبدة اللي بقى عندكم بغيتو تعملوا هيدا وريدات كتعملوهم باش ما بغيتو ونشبر هنا واحد القطع من كتكت عن قطع هيدا ستيتوين غنعنهم هيدا من فوق يعني دائما تتزين كيبقى اختياري إذا ما بغيتوش تزينو بعد طريقات قدروا تخليوهم هيدا كما هم ترشوا اليوم بغيش حاجة دابعنا عن مشوية اللوز كونكاسي محمر أو للكوكاو أو للقرقال اللي عندكم توفر فهذه هي التحلية دينا هنتم كتلاحظو تحلية راقية جدا والديدة وصراحة الله كتجي روعة روعة وراقية فكنتمنى إن شاء الله تعجبكم هدا وشك النهائي دينا التحلية بدون مجاملة كتجي غزالة وإن شاء الله تجربوها وإذا كي يجبوكم حل هاد النوع من التحليات كنتمنى تخليوه اللي مكتوبين في التعليقات باش نزيت نعطيكم أكتر وأكتر لشهر الكريم وكذلك ومثال لجميع مناسبات العائلية فان شاء الله هذا هو القوام النهائي دينا قوام كريمي وبالنسبة الناس اللي ما كيعجوهم شي السكر ما أقولكم شي ما كتجيش حلوة بالزافة اللي مثلا مجهومة الحلاوة دينا معتدلة يعني الحلاوة دينا اللي بالمكونات اللي عملنا فيها فقط وصلنا لنهاية الفيديو إلى اللقاء مع وصفات أخرى بإذن الله وحبكم في الله جميعا دمتم أوفيا دائما إلى القناة وكنتمنى تزورونا على موقع دينا في إستغرام أطبق إكرام ومجموعتنا على الفيسبوك مجموعة مطبق إكرام العالمي إلى اللقاء انتظرونا مع وصفات أخرى شكرا على التشجيع والمتابعة